في أول جلسة عمل للحكومة الجديدة أكد رئيسها نفتالي بينيت أن سياسته إزاء إيران لن تتغير وشدد في الوقت نفسه على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي خاصة بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا جديدا لإيران رئيسي أخري بأفن إشي رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل عدة ألاف من المواطنين الإيرانيين الأبرياء اختيار رئيسي إشارة للدول العظمى ربما الإشارة الأخيرة قبيل العودة إلى الاتفاق النووي بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نظام تريد تعزيزه من الواضح لنا جميعا أن هذا نظام جلدين ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل وفي الوقت الذي تتفق فيه الحكومة على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي ثم تم سائل تثير خلافات في داخل الاتلاف مثل قانون المواطنة الذي يحول دون لم شمل عائلات فلسطينية خلافات قد يتم التغلب عليها حال تم تمرير مشروع قانون الموازنة كما قال وزير المالية فيكدور لبرمن قانون الموازنة بحد ذاته صحيح أنه عنصر مهم ولكن هناك قضايا اجتماعية أخرى وأهم قضية هي قضية المواطنة الذي كما سمعنا أن العديد من أعضاء كنسة من حركة ميريس وطبعا القائمة العربية المؤحدة وربما حزب العمل لا يريدون تمرير مثل هذا القانون ولذلك الاتلاف هذا اتلاف مضعضع كما أقرت الحكومة إقامة لجنة تحقيق رسمية لتقص الإخفاقات التي أدت إلى مقتل 45 متزمتا يهوديا في حادثة تدافع ديني في جبل الجرمق قبل حوالي شهرين الأمر الذي قد يفضي إلى تقديم توصيات ضد الحكومة السابقة برئاسة بن يمين نتنياهو في الوقت الذي تتوافق فيه مركبات الحكومة حول ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي ثم تختبارات لمتانة الاتلاف في الأيام القادمة وأبرزها تمرير مشروع قانون المواطنة من القدس حياقاسم الحرة ترجمة نانسي قنقر